ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة وعاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله اجتماع المجلس في دورة عمله الثامنة وذلك بمقره الكائن بالرفاعات هذا وقد استهلت سموها الاجتماع بالإعراب عن تقديرها واعتزازها بالمساندة الملكية اللامحدودة لأعمال المجلس ضمن مسيرة عمله حرصا حرصت على أن تكون أو تتوج بأفضل الممارسات المؤسسية تفعيلا لاختصاصاته المناطة له كآلية وطنية تعمل على وضع ومتابعة تفعيل السياسة العامة لتقدم المرأة البحرينية وتحرص كل الحرص على تلبية التطلعات السامية لرفعة نساء الوطن وقالت سموها بأن هذا الدعم الملكي المبارك له مبعث فخر واعتزاز ودافع لمضاعفة الجهود ولرفع سقف الطموح للبزيد من البدل والإنجاز في مسيرة الخير والازدهار بقيادة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه كما أعربت سموها عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله على ما تقدمه من دعم متواصل وتعاون مثمر مع مؤسسة المجلس تفعيلاً لاستراتيجيات عمله وبما يتسق مع أولويات العمل الحكومية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حجم مشاركتها في الاقتصاد الوطني وعلى جودة الخدمات المقدمة لها مستذكرة سموها الزيارة الكريمة لسمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإنشاء المجلس مجددة التأكيد على ما تمثله هذه الزيارة من لفتة كريمة تنم عن حجم التقدير والاهتمام من لدن سموه بأعمال المجلس وجهوده المستمرة لنهوض المرأة البحرينية ونوهت قرينة العاهل المعظم بمستويات التعاون والتنسيق العالية مع مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة وما ينتج عن ذلك من تطور ملحوظ لتجربة البحرين الثرية والمتقدمة على صعيد وضع وتنفيذ السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في التنمية الوطنية وفي سياق ذي صلة جددت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع تهنئتها لجميع عضوات المجلس في دورته الثامنة وتمنيتها لهم بالتوفيق في دعم أعماله وتفعيل دوره تحقيقا لإهداف مرحلة العمل المقبلة هذا وقد استمع المجلس لإيجاز قدمته سعادة أمنين عام المجلس السيدة هالا الأنصاري تناول مستجدات متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة 2023-2026 ترجمة نانسي قنقر